في إطار مبادرة كلنا واحد برعاية الرئيس عبدالفتاح سيسي قامت وزارة الداخلية بدعوة براعم وشباب حي الأصمرات لممارسة جميع الأنشطة الرياضية وللسمتاع بقضاء يوم رياضي وطرفهي تم اصطحاب براعم وشباب حي الأصمرات إلى اتحاد الشرطة الرياضي وتوزيع الملابس الرياضية عليهم لممارسة جميع الألعاب الرياضية بالاتحاد نجحت الدولة في إنشاء مجتمعات حضارية جديدة كبدائل للمناطق التي شكلت على مدار سنوات طويلة خطورة على قاطنها حي الأصمرات واحد من تلك البدائل التي احتضنت أعدادا كبيرة منهم وغيرت مجرى حياتهم إلى الأفضل في إطار حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على توفير حياة كريمة لهم دعوة جديدة قدمتها وزارة الداخلية لبراعم وشباب حي الأصمرات لممارسة جميع الأنشطة الرياضية والاستمتاع بقضاء يوم رياضي وطرفهي حيث تم استحابهم إلى اتحاد الشرطة الرياضي وتوزيع الملابس الرياضية عليهم في إطار مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية مليون تحية لللي قال حق الحياة دنيا جديدة لللي عاوزت ونجاة يا مصري وفيت بوعدك بالإنسان يا فتحت باب علمناي معنى الحياة مليون تحية لللي قال حق الحياة دنيا جديدة لللي عاوزت ونجاة يا مصري وفيت بوعدك بالإنسان يا فتحت باب علمناي معنى الحياة النهاردة ما كناش نتخيل إن إحنا ممكن نيجي هنا نادي الشرطة جميل جداً وفي حاجات حلوة جداً ماش مصدت الرئيس على الدعوة دية اللي جمعنا كنا مع بعضينا وخلنا ناجع شوف الناس تحاد الشرطة واتحاد الشرطة خرمنا وشرفنا تشريح حلو وكان يومنا عرفاً جميل حياتنا بقيت جميلة جداً لما رحنا لأثمارات مكان جميل جداً وتطور جداً وبقيت متصورة جداً في دراستي وبقيت بروح أماكن جديدة الحياة بتاعت تغيرت مية في المية أنا كنت في الأول عادي ما فيش أي حاجة أصلاً كاتبيني أول ما رحت الأثمارات قدمت ساعتها في النادي كل أفكار اللي كانت في الدماغة تغيرت أصلاً ربما لم يكن يتخيل هؤلاء البراعم والشباب أن يتم دعوتهم لقضاء يوم كهذا ولكنه الحرص من وزارة الداخلية على التواصل الاجتماعي معهم والتقارب مع كافة الفئات بخاصة قاتنوا بداء العشوائيات فكانت فرحتهم كبيرة بالتغيير الذي حدث في حياتهم إلى الأفضل أول مرة في حياتي أجي نادي الشرطة هنا وفرحهم بصراحة أنا موجود لو نادي الشرطة والمدينة والأثمارات عاماتاً يعني ديتني حاجة أنا مكنتش في المدينة الأولانية في المنشاة أنا مكنتش ليها هناك ما كانش فيه نوادي ما كانش فيه قصور ثقافة هنا في الأثمارات فيه قصور ثقافة بنطلع فيها مواهبنا في النادي بنمرس الرياضة اللي احنا بنحبها شكر للينا دا وده فرصة للحياة حق الإنسان يا حلم حقا وبنا وراء العالم كله بكدة حقيقي مصر تقدر تبني إنسان من جديد ويتكون معاه شكر للينا دا وده فرصة للحياة حق الإنسان يا حلم حقا وبنا وراء العالم كله بكدة حقيقي مصر تقدر تبني إنسان من جديد ويتكون معاه شكرا جدا لليوم الجميل اللي قضيته في اتحاد الشرطة شكرا جدا لليوم يبقى جميل كده بجد بشكركم وبشكر الريس وبشكر وزارة الداخلية ورحبك يا ريس فرحانة جدا أنا نجيت قضيت اليوم دا وموجودة قصة الزابطات والزباط وفرحانة جدا وبشكر الريس لاهتمامه بنا وهيرين حياتنا الحقيقة أجمل وبشكره جدا تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر مبادرة هي الأولى من نوعها تؤكد الدور الاجتماعي لوزارة الداخلية الذي يكتسب أهمية يوما بعد يوم ويوضي حرصها على دعم ومساندة كافة الفئات المجتمعية بخاصة قاتل المجتمعات الحضارية الجديدة التي حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على إنشائها منذ اللحظة الأولى لتوليه المسئولية لتوفير حياة كريمة لقاتني هذه المناطق بشكر الرئيس عبدالفتاح السيسي على حياتنا الجديدة وصوتا جدا أننا جيت نادي الشرطة وبشكر سيادة رئيس جدا أنه هو على الدعوة الجميلة دي شكرا أن رئيس على كل حاجة أنت عملتان احتفالية كبيرة رياضية وترفيهية أقامتها وزارة الداخلية لمجموعة من شباب وبراعم حي الأصمرات وهو ما يعكس الدور الإنساني والاجتماعي الذي تليه وزارة الداخلية أهمية كبيرة لتحقيق التواصل والتقارب مع كافة فئات المجتمع عبدالبركات التلفزيون المصري